موسيقى أنا من موليد الجنوب الغربي في تونس منطقة الواحات ولاية توزر اللي هي المدينة الأكبر والأهم من سنوات موليد 1943 انتقلنا نحن والوالد إلى تونس العاصمة وأنا رضيع وبقينا في العاصمة بابا كان صاحب مكتبة بجنب جامعة الزيتونة اسمها المكتبة العصرية وكان هذا كجوي بين المدرسة ابتدائية ثم الثانوية وبين مكتبته التي كنت كان يعيش فيها وأعود إلى البيت معه للعشاء نفطر هناك وأعود المدرسة مرتين وبعد كنت وطالع هذه الكتب لتأتينا من مصر ومن مغرب ومن كل مكان وأيضا أتشرب من مقابلة شخصيات كنت نعرفهم في الكتب يعني من مصر ومن مغرب مثلا حاجة تهم المغربة أني جانا للمكتبة والحد الآن أتذكرها وأنا عمري صغير بكل يعني خمس ست سنوات عبد الكريم الخطاب وكنت التوى من الصورة متاعه مرافقتني والوارد كان معتز جدا في هذا وجاءوا مصريين كبار وكانت أحاديثة على سيد قطب وعلى في مصر وعلى المسيحيين في المهجر في لبنان لبنانيين وكان جاءوا عشتوا حتى كمال دراسة ثانوية في المدسة الصديقية وبعدين الجامعة التونسية وبعدين انتقلت إلى فرنسا إلى جامعة السربون ودرست الفلسفة هناك وعودت إلى تونس مدة فترة كبيرة ودرس في الثانويات في المعاهد التوجيهية الثانوية ونحن سنة ثمانة ثمانين عودت الهجرة إلى فرنسا ودرست في الجامعة اللي درست فيها لسربون درست الفلسفة الفكرة الإسلامية في باريز الثالثة يقولوا لها سربون نوفيل ودقعت وعطت إلى تونس بعد الانتفاضة والحراكة التعالفين وحداش إسلام بشقية الكبيرين الشيعي والسني مزالوا محاصرين ولا يحاصلوا أنفسهم ضد أن نفكروا من جديد في ما تركه التراث منذ القرن العاشر لحد الآن متجمدين منذ القرن العاشر ويتحكم في الفكر الإسلامي أصحاب مذاهب كانوا هم أنفسهم في سراعة معنا شنوه معنى أنه المغرب العربي يتحكم فيه مالك بن أنس اللي كان عنده مشاكله مشاكل يقولوها أصحاب مذاهب الأخرى ابن حنبل أبو حنيفة الشافعي كانوا يموه على أشياء كثيرة إلى حد أنه أحنا الآن فيما يهم الاقتراب من الخمر لا نؤمن بما قاله القرآن اللي هو متميز جدا القرآن يأمر بمثلة أخلاقية أن لا يصل الإنسان إلى العداوة والبغضاء فقط يريد الشيطان أن يزرع بينك وأن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن الصلاة فهل أنتم متأهون يعني وثم يقولون هو في منافع هو كذا لكن الأمر والمساحة كاملة يحكم فيها مالك بن أنس اللي كل ما تسأل تونسي أو حتى مغربية أو حتى جزائري ومريطاني يتصور أو ليبي يقول لك هو لا مصري يقول لك لا الإنسان هذاك عفن الإنسان هذاك غير أخلاقي وأنا أقول فيه ما لم يقوله مالك في الخمر وأنا يقول لك لا ما أسكر كثيره فقليله حرام هذا مالك الله ما قالشك قال ما يجب تكون متخلق والخمر 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 ربما مبالغ فيه يفسد الأخلاق ويفسد العلاقات بين الناس هذا شك قرآن ما يقولها شيئا يا أخو الآن أصبحت المكرس في المسألة هذه وفي مسائل أخرى مسائل الزنا ومسائل الزنا مثلا لا يمكن أن المشرع أو صاحب الوقف على الأخلاق لا يمكن أن يقتحم حميمية الناس والشهود أربعة كل كل العلاقات بين الناس هي شهدين اثنين في التجارة في العلاقات الزواج إلى آخر إلا في هذه قالك أربعة فاشهدوا بأربعة المشاهدات يعني الحميمية محصنة تماما هذي الكل الغينا وعطينا أنفسنا أشياء اللي هي من عام لكن المسيحية مثلا ناخد المسيحيين أن اليهودية دين مغلق عن نفسه أما المسيحية وصلت إلى أشياء في مثل الحريات لا يتصورها العقل أنه تأخذ الفلاسفة وتحرقهم في الشرع لكن بعد فكرت أن المسألة الدينية لازم تزاح وقبلتها الكنيسة قبلت الكنيسة أن المسألة الدينية تحيد عن المسألة الاجتماعية والفردية وما يسمى بالعلمانية أحنا أشواط ربما قرون وبالعكس قاعدين نتراجعوا أظن أن نتراجعوا في إحكام قبضة المسألة الدينية الجماعية على المسألة الفردية وهذا هو منبع كل الشرور هذه الموقعين في مسألة المثلية الجنسية في القرآن الكريم ها هن بناتي هن أطهر لكم يعني نصيحان وأطهر بطريقة أو بيخرى وشو معنا الطهارة في وقت لوط ولا في وقت في الموقع الكلمة هذه والثانية تتخذون الذكور شهوة دون النساء قوم معنا تساؤل أو نصيح والذنوب ما يسمى بالخطايا والذنوب في القرآن دائما عندما تذكر مقترنا إما بعقاب إلهي ولا تكيهون فتياتكم على البغاء ومن يكره هنا فالله غفور رحيم ثم عقاب ديني في خارج وإلا عقاب دنيا الزانية والزانية والسارقة هو من قتل نفسا قضيته القصاص دائما مقترنا هنا مغير مقترنا بعقاب لذلك موقوفة على أن تنشر في الفضاء العام إذا نشرت في الفضاء العام وأزعجت الفضاء العام هنا ما عادش مسألة مسألة عقاب يصدر يصدر من الدين وإنما يصدر من الفضاء العام الذي اعتبر نفسه محل إزعاج لكن دينيا لا يصدر عقاب لهذا الأمر الذي يستنكره النص يستنكره على أن غير لائق تتخذون الذكور شهوة كذا وإلا مثلا صحة عامة هنا أطهرونكم ما يمكن روح الشرائع كما يقول مونتسكيو ما يمكن من ذلك هو مفهومي المعروف والمنكر والمعروف والمنكر تعريفا هو الذي كان منكرا أو معروفا قبل الإسلام والذي كان رأسه الإسلام وإذا كان ثم تحوير فيه كما صار في بعض المعروف كان هناك مثلا الريات في القرآن معروف أن المرأة تنتدب أناس وتمارس معهم الجنس وبعضين هي التي تقرر أنه هو الذي أحبلها أو لا هذا موجود حديث طويل في البخاري عن عائشة كيف كان يتزوج الناس كان معروفا وحوره التشريع بدون أن يكون موجود في القرآن بالزواج أربع نساء الآخرية والزواج أربع نساء كان معروفا وعاديا وحوره في تونس بمنع تعادل الزوجات بدون أن يكون هناك لغط كبير على إبطال هذه الآية من سورة البقرة مثلا وثلاثة وربعة مدة كبيرة عشرات السنين والمجتمع التونسي قبل هذا العمل الذي مورس على النص القرآن وبتحليل أو تفسير من طرف المشرع العلماني اللي هو برقيبة تفسير قال لم تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا ولو حرصتم لن تعدلوا لذلك أنا نطبق معروف جديد تحوير ذلك المعروف في مسألة حكم الأدم مثال آخر كما مسألة المعروف والمنكر القرآن وهذا صار لمرة في معهد العلوم السياسية في باريس بحضور أركون وعياد بن عشور الأستاذ القانون التونسي المعروف الكاتب المعروف وكان معنا بدنتار وكان معنا مستشار الملك أزولاي من المغرب وقدمتنا الورقة متاعي وقلت رو موجود نواة ل إلغاء الإعدام موجودة في النص القرآن النص القرآن يقول في الآية 178-179 الآيتين متاع سورة البقرة يقول فمن عفيا لي أخيه من شيء ذلك تخفيفه من ربكم ذلك تخفيفه من ربكم من حكم الإعدام وعطانا الفرصة على أن يكونوا تخفيف معمم بأدية وب إجراءات أخرى غير تنفيذ حكم الإعدام هذين ما استغلوهش الناس حتى بدنتار قال أنتم موجود عندكم النواة الموجودة إلغاء حكم الإعدام لو درستوها ولو عمقتوها لا أطحتم بحكم الإعدام من قبل لو استفتي الشعب الفرنسي في هذا لما كان يقبل حكم الإعدام ولحد الآن ما زالت المقاومة لهذه الفكرة في فرنسا مقاومة لو عملوا استفتاء من جديد لما نجحت مفهوم الإلغاء ما ينجح حتى الآن في فرنسا بينما لهم تقريب 30 سنة وهما معتدين على إلغاء حكم الإعدام لذلك المسألة تتطلب مننا أحنا أكثر عمق في أن نتجاوز النص من النص يعني أنه يعني أنه مش معقول إلغاء نص يعيش عليه مجتمع من قديم الزمان بهذه الطريقة لا أنا مش نصبح علماني حتى الثورة الفرنسية ما عملتهاش الثورة الفرنسية رجعت في وقت معين إلى احترام الكنيسة وإلى وهاك تشوف فش صار بعد حريق كنيسة السيدة في في باريس كيفاش صار زخم كبير مع الموروث المقدس موجود أحنا لازم استراتيجيا أن يكون الموروث المقدس موروث أحنا نتبنى يتبنى العلماني ويحترم بصدق أن يجاوزه من من صلبه لا بمعاداته هذا هو البشك الكبير لا يحل إلا بمراجعة علاقتنا مع النص علاقتنا مع النص بقيت جامدة على أنه نص مملأ حرفيا بالخاصة الإسلام مسألة عويصة جدا أنه وليك كلمة يعني العقاب من اللي كنت صغيرا وحتى التوع يوصل إلى اللعنة المباشرة لعنة الله عليك لما تبدل واو أنا نحكي مع رشد الغنوشي بيوم من الأيام قتله فلو شاء ربك لامه قالي لا ولو يعني كنا نحكو فيه لكله طح في الماء مش فلو وإلا ما ولو يودي شو الفرق وعلش توقفني على على وحدك مناك هذية حرفية الإملاء النص لازم نتجاوزها بيش نتجاوزها أنا لما قلتها نهار في أحد القنوات التلفزية قامت القيامة أنه المصحف فعل تاريخي قابل النقاش وقد نوكش في زمان الآن أصبح لا المصحف والقرآن نفس الشيء لا المصحف عمل بشري بعد أن نسي ونسيت منه كذا ونسي نظامه يعني لم يطرح المسلمون مسألة النظام أنا لما نقول لك عشرة أسطر متتابعة وبعدين العشرة أسطر غير تتابعها حتى ولو يبقى لها معنى نصين مختلفين تماماً لماذا مسحة التتابع الزمني لما يسمى بالوحي لماذا؟ على أي معايير لا ما نعرفه ولا شيء نعرفه معيار ساذج صبياني وقد جمع عثمان الطوالة مع الطوال والقصارة مع القصارة يعني كيف اقتنع أنا بأنه المعيار هداية التنظيم معيار يؤسس لمعنى موحد عما نزل عم محمد هداية سؤال حتى المسلم التقي الملتزم دينياً هذا يجب أن يطرحه وإذا كان طرحه تنفتح لنا مشاكل كبيرة 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 معنى مسألة الإعجاز من أين جاء أنه الإعجاز لفظي الإعجاز لم يقل لفظي أنا لما نقلك على آيات بعض المسلمين المتقين المندرجين في الإيمان تماماً لم يصدقوا أن هذا قرآن قلت لهم شو قرآن هل نعطيكم قرآن في آخر سورة النور ليس على الأعمى حرج وليس على المريض حرج وليس على الأعرج حرج وليس على أنفسكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم يعني مين العجاز مين العجاز اللفظي العجاز اللفظي نلقاه أنا في الله نور السماوات وأرضك الفقرة الكبيرة مجموعة الآيات اللي شجرة لا غربية توقض من شجرة لا غربية كاد وزيت وهي ضوء كبيرة بالأخص تتابعة متاحة أو كظلمات في بحر لوجين فيها بلاغ فيها بلاغة لفظية لكن أكثر الأشياء ولكم في القصاص حياتنا نشوف الأعجاز اللفظي ولذا لابد من القول لما نكون إنسان منتمي إلى هذا الدين إيمانا لابد من القول أنه الأعجاز والأعجاز الذي يعترف به حتى العلماني هو في تراكم المعارف في كتاب صغير يعني تشوف أشياء اللي تكلم عليها في تغار وأحصينا كل شيء عدد اللي تكلم عليها بطليموس على النجوم المستقر وتغير اللي مستقرا لها وقمر وقدرناه منازل جمع هذا كل وإلا كيف تلد الحيوانات والأمشاج والأمشاج وكذا ومسألة الخصب الخصب الإنساني هذا كله مجموعة فيه كتاب نسبياً صغير هذا إعجاز هذا إعجاز موجود ومعترف بيه كله لكن أنه الإعجاز تخلي في اللفظ وأنه اللفظ لا يتغير وأنه صور نفسها أكثر المسلمين حتى العارفين منهم يعتقدوا أنه البقرة نظمت عن وحي والزمر نظمت عن وحي وقل الله أحد في مكانها نظمت عن وحي لكن بعد طلق المفسرين بكل برود الدم يقولونك الآية من تعالى الشعراء وشعراء ويتبعهم من غوون أنهم في كل وادي اللي عمون أنه نزرت في مكة وآخر الآية نزرت في المدينة إلا الذين آمنوا لما أسلم بعض الشعراء كاش اسمه زيد ابن الثابت حسان ابن الثابت كأنه القرآن استحيا من المسلم حسان ابن الثابت فأضاف الوحي أضاف إلا الذين آمنوا لذين آمنوا كل المفسرين يقولونك نزرت في المدينة نصف الآية هذه أما الآية الأخرى الشعراء يتبعهم الغوون لأنه كانوا يهجيوا فيه وكانت آية إفلاطونية يعني طرد الشاعر من المدينة وأنهم يقولون ما نفعلون نفس الشيء اللي موجود في الكتاب العاشر من جمهورية فلاطون الجا جاء وأطردوا أمار قالوا أنه أنت ما تصلحش خلاص من واحدة وانت تفسد في المدينة ولذا أخرج علينا نفس الشيء لما جاء الإسلام زاد وضيفت هذه الوحدة وهذه الكله بدون تشنج وبدون أن يقول إنسان ذلك كافر ومش كافر هذا واقع هذا واقع كانت عائشة تناقشه وبالمسعود يناقشه يقولك بالمسعود لا بدل وغير عثمان عائشة تقول اقتل ونعتل فإنه بدل وغير عائشة تقول كنا نقرأ صورة البقرة صورة الأحزاب وهي تعادل صورة البقرة فلما جاء عثمان أصبحت فيها 72 آية في عوض 286 اللي في البقرة هذا هو المشايك عليش مش ببرو قدمتتها السيدة عائشة وم المؤمنين تقولوا معنية نفس الشي أنا لا يتسنى لي أنا كشخص في القرن الـ 21 باش نطرح نفس الإشكال اللي طرحته عائشة بالتبيب وبدونه أن يكون هناك لا استفزاز لإيمان الناس لا حد شي أعترف أعترف بأنك تعتبر نص موحة رباني إلهي قابل لأن يتعبد به أعترف لك ذلك بكل صدق أما أعترف لأني راجع المسألة التاريخية حتى نفتح في القرن الـ 21 نفتح أفاق أخرى لتعامل مع هذا النص وتعامل القوانين الوضعية معه لما تنظر إلى القرن الثامن عشر الذي يسمى في ألمانيا أو في أوروبا في صفة عامة أو في فرنسا عصر الأنوار أو في كليرونج بالألماني وهي لأ سيكل ديليميان توجد ناس قاموا عندهم علاقات سيئة بين معهم فولتار ورسو عندهم علاقة سيئة بين معهم شيلر وغوت ما كانتش أصحاب لكن كان هناك توجه غير واعي توجه اجتماعي غير واعي إلى أن دخلوا في نفس الطريق وأولدوا في القرن هذك أولدوا طيار معين اللي جاب الثورة الفرنسية واللي جاد تحوير كامل للمنظومة الأوروبية الاجتماعية وتجاوزوا الكنيسة ودخلوا في العصر الحديث بينما أحنا لما تذكر في المغرب العرب من وقت العروي عبد الله حتى الصغار الشباب الآن 35 سنة وكذا مرورا بحامد نصر أبو زيد شحرور الجابري المغربي إلى آخر إلى آخر كل واحد جزيرة وكل واحد يحارب لاخه وكل واحد يعتقد أنه المقابل المتاعه المثقف المقابل يلغيه يلغيه مثلا من الذي من أحنا لكل عمل ردة فعل علمية تدخل في التاريخ وتبقى في الأرض تبقى في الأرض على محمد محمود طه السوداني الذي يقعد من أجل أفكار يمكن تناقشها أنا شخصيا لما نقرأ رسالة ثانية من إسلامه وعنده أشياء ما نقبلهاش أنا معناها من ناحية تفكيري ولا ما يقبلهاش حرور لكن ولا واحد يتفكره الآن كرافض من رواحة الفكرة ذاية هذا المشكلة بتاعنا أنه معناش طريق سيارة أوتروت معناش طريق سيارة اللي فيها المتقفين هذومة ماشيين إلى مبدأ حتى يوليوا قوة غير حزبية غير سياسية تكون قوة قادرة على أن تنبت هذا الفكر في الشعب العادي في الطلبة في التلاميذ في إلاخلهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر